طب والمشاريع يرجع بمشروع جديد وف يا سيل وش مشروع اليوم؟ مشروع اليوم أسطور يا جماعة المشروع اللي راح نفتحه إن شاء الله في هذه الحلقة راح يكون محل إلكترونيات الإلكترونيات؟ وش راح تبيع فيه بالضبط؟ انبيع بلايستيشن فايف، انبيع إكس بوكس، انبيع شاشات، انبيع سيارات، انبيع طيارة دقيقة لا دقيقة، سيارات طيارات لا ما لمدخل لا بس يعني انبيع أشياء الإلكترونية يا جماعة لهذا قمنات للمقطع إخوان لا تستنظر اللايك، تترك معنا في القناة، اعجب زر التنبيات وخلنا نشوف رايعجبكم المشروع هذا حقنا ولا لا خلنا نبدأ مع بعض الجماعة في لعبتنا ونروح على طول نيو جيم وبدأينا على طول مثل ما تشوفون تكستور سيميليتر هذا المحل راح يكون هو المحل الخاص فينا إن شاء الله فأول مهمة تقول يا سيد حاليا الروح للمحل حقك وروح للكمبيوتر الخاص فيك فمحلنا مثل ما تشوفون يعني محل صغير بسيط خفيف لطيف ويني عندنا توقع مكان التخزين تالي في المستقبل ممكن نحن نستعمل بس الحين يتوقع عندنا مسكر رازم نحاول نحن نلفل المهم يقولنا حين نروح للكمبيوتر جماعة هذا الكمبيوتر حقنا خلنا نضغط على طول ونروح للمانيجر الروح لهذا المكان وبعدها نروح إلى الخانة هذه مثل ما تشوفون ونشتري أتوقع أول شيء أوكي بسم الله الرحمن الرحيم اشترينا أول شيء الحين يقولك روح للكمبيوتر مرة ثانية وروح لخانة الشوب هذي خانة الشوب من خانة الشوب تقدر أنك تشتري رفوف فانا حين محتاج إلى رفوف عشان يقدر نحط الأغراض حقتي عليهم فرح نشتري على طول الرفوف هذي بأربعمائة دولار صح ولا لا والله ماذا نتوقع أني حطيتها في السلة ولو تلاحظون جماعة هني فلوسنا فلوسنا حاليا ألف وخمسمائة دولار فاللي حطيتهم حين في السلة روح لهم على طول هنا وسوي باي فاشتريناهم على طول وخلصنا المهمة لبعدها ألحين يقولك يا سيد روح للصندوق الصندوق حقنا وصل أوكي والله صندوق نعم لا قال ما قال صندوق اضغط على طول خلنا نروح يا أخوان ولمفروض أني أفتح الصندوق خلنا نسوي أنبوكسنغ على السريع سواء نبوكسنغ وجبنا أول رف خلنا نحاول نخلي الرف قدام الزبائن اللي راح يجونا إن شاء الله راح يلقون الرف قدامنا هنا يا حبيبي تونا بارين الحلقة على توصر ليل شو السالفة الحين المهمة اللي بعانا تقول يا سيد عبي الرفوف بس أنا حين لحد الحين ما معا ولا شي لهذا خلنا نروح لكمبيوتر حقنا ونروح مرة ثاني الشوب ونشوف مع بعض وش البضايا اللي أقدر أبيعهم في البداية منذ ما شوفنا جمالة عندنا مجموعة من الأشياء فأول شي رح سوي رح آخذ مثلا هذا الجوال وهذا الجوال رح نشتريهم ونقول باسم الله الرحمن الرحيم خلاص شتريناهم وهذه رح تكون أول بضاعة في محلنا المتواضع اضغط على طول هني وخلنا نروح جماعة ونحط الأشياء فجوالاتنا هديلة خلنا نشوف أوكي بالطريقة حط هني وحط المكان اللي بعدها وخلصنا منه خلاص خلصنا خلنا نشيق فوق أوكي ما في شي ازين اي شي سوي في الصندوق اعتقلنا بس نجهني ونرمي على طول اللي يكرمكم في الزبالة الروح هنا اللي بعدها نقدر نحن نفتح الصندوق ونجيب الجوالات اللي بعدها جبنا نوعين جوالات صراحة ما اتوقع عن هذه الايفونات يمكن صراحة مو متأكد المهم خلنا بس نرميهم ونتأكد منهم خلنا نشوف مثل ما تشوفون حين عدنا نوعين عدنا هذا الجوال اللي لونه أسود وعدنا الجوال اللي لونه وردي تقريبا نضبط فيها جوال ولا كفر لا لا جوال جوال الحمد لله أنا قلت يمكن كفر لأنه غريب يعني ما تذكر نشيب جوال بالطريقة هذه في الوقت الحالي مثل ما تشوفون تقريبا راح يطلع معانا النهار لهذا أنا حين محتاج ان انا افتح المحل حقنا بس قبل لا تفتح المحل حقك يقول لك يا سيد روح للكمبيوتر روح للمانيجر روح للبرودكت برايس اللي هو سعر المنتجات نجيبنا منتجات ما احطي لهم سعر حال وقت ان احنا نخط سعر فبالنسبة للسعر السوق بالنسبة لهذا الجوال خمسة دولار فأنا راح اخلي خمسة دولار واللي بعدها ها ما خمسة دولار اكتب يحتاج نكتب شي اكتبنا اه خلاص خلاص تمام الحين يقول لك روح مرة ثانية للشوب رحنا على طول للشوب اه دقيقة لازم نفتح المحل حقنا فنضغط على طول هنا ونفتح المحل رسميا المحل حقنا ومشروعنا صار مفتوح للزبائن اهلا وزيلا اهلا والله اهلا والله اهي قصيرة ولا قاعد تخيل انا والله مات ليش اشكال الناس واقعية للدرجة هذي حبيب اي والله اشكال الناس واقعية بزيادة او طفل اشتري جوال ها 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 يا امانا بعمرك قلم ما عندي اشتري اي والله ما دري شو الوضع اخوان هذا على طول جاخد جوال وراح منولك فلوس والله ما اكيفهم كيفهم بالغلط دقيقة دقيقة خسم بالله بالغلط دقيقة ندخلني ندخلني جوال اوكي حاسبناها اروحي جوال جوال اكيد جواكينا بجوالات سيني شميك كلهم جوالات كلهم جوالات يعني انت عارف البضاعة اللي عندك المهم او ساتر يا اخوان انتم منو مخبركم عن المحل حقي يا جماعة او سام بالله الرزق الرزق جي كتيب بالطريقة هذي فجأة مكتوب مكتوب لي الحمد لله يا اخوان بس انا اعرف منو اللي سوا اعلان اي منو سوا اعلان حق المحل حقي والله فجأة يا ساتر يا حبيبي شعرك انا متأكد في سبع قملات يا طيب اي بسم الله الرحمة هذا الحق الجلي خلنا اهرب خلنا اهرب والله هذا بالقمل الحقي لا 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 روح تسبح روح تسبح لاجي عندي يا الحبيب اي انتم وينك وين تشتري جوال انا نخاف سراك جوال اخل جوال حطاه في شعره قلع تشعرك وين رأي بسم الله الرحمة الرحيم اوه توام ها لو بالحوائز دقيق سيد حاسب حاسب الزبايل هلا وسهلة هلا وسهلة هياك الله تعال فلوس من وين والله ماذا جمعة المشروع ماشي المشروع ماشي المشروع ماشي اللي سؤال اخوان اي جوال هذا اللي بخمسة دولار هذا كفر مستحيل يكون جوال خلاص صحيح منطقة هيا دقيقة خلنا نركز عليه ها الجوال وطلع الجوال مشارك اوكي خلاص ها هاذهو ايوة لست جو جماعة ممتاز الوضع المهم خلصنا البضاعة اللي عندنا كامل لهذا خلنا نجي لها دقيقة قبل ان انجي هنا خلنا نروح للشوب وهالمرة نشتري اه مكتوب كيس جماعة هذه العبارة عن كفرات وانا على بالي خلنا نشتري رف زيادة ونشتري من هذا وهذا كم الفلوس كاملة 700 وشوي هم هات رفض إضافي كم المبلغ الكامل او مايجا ما عندي فلوس هالكثر ما قدر أخذ ما قدر أخذ المهم خلنا نشيل ننقص هذا الحين ونشتري رسميا يا جماعة فلست معاي 9 دولار بس لهذا خلوني بس على السريعة جماعة أجي واشوف وش البضاعة اللي أقدر أنا أحطها فأضحط هذا أول وخلنا نروح بعض للثاني هذا هات وخلنا نحط اللي بعده وحطه أهني وخلنا نروح ونجيب البضايع كامل افتح على طول أهني الكيسات خلنا نحط الكفرات حق الجوال حطه أهني أهم شيء لا أنسى موضوع الأسعار مع أننا نتوقعهم في البداية دائما نحطوا الأسعار المنطقية خلنا نقول فلهذا تقريبا يعني البضايع حقتنا ما قاعد نخسر فيها نتوقع نشتريت رفوف زيادة عن اللزوم شكلي المخط هذا نحط هذا فوق ورمي انت شو وضعك آه هذا ممكن يكون عنده مهمة والله ما هذا يا جماعة إذا كان ممكن يكون عنده مهمة ولا لا المهم هذا آخر شيء آخر كفر اللونه اللونه أسود فاشترينا كل بضايع اللي موجودة حاليا المهم خلننجي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله البيع ممتاز لحد الحين نبي نعوض السعر اللي خسرناه أنا ما خسرنا يعني بس نبي نعوض للأسعار يا جماعة أوكي حلو ولبلنا ودخلنا يا جماعة لفل أربعة لفل أربعة معناتها في الغالب أنه نحن فتحنا شيء جديد هلا وسهلة خلنا نروح بس دقيقة خلنا نفتحها هنا ونروح ونشوف أوهاش يقول لك روح للمنجر روح تالي للهذا وفتحنا منطقة جديدة ومو منطقة بلا صح فتحنا منتجات جديدة فالحين أقدر نشتري أشياء أخرى زيادة عن اللي موجودة عندنا هلا وسهلة حياكم الله أوكي كم لكن أحتاج؟ أحتاج جماعة 200 دولار عشان أقدر أفتح البضايع الجديدة بس الشيء الحلو أنه متوفر عندنا تقريباً هنا المكان هذا فيعني ما بنعاني إن شاء الله هلا وسهلة هلا وسهلة هلا وسهلة في المستقبل مثل ما قلت لكم منقدر نحن نبيع بلاي ستيشن منقدر نبيع إن شاء الله أشياء أسطورية بس أتوقع إن نحن مطولين على ما نوصل لشيء شوفون هنا يجد بلاي ستيشن في بلاي ستيشن فايف ففي أجهزة موجودة بس راح نطول شوية على ما نوصل لهم يبينا إن نحن نلعب نلعب كثيرة عشان نقدر نحن نوصل لهذا الشيء يلا 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 حبيب يلا هلا وسهلة هلا وسهلة منورين منورين الشيء الغريب والله إن أشكال الناس واقعية ماذا أحسهم يشوفوا كل واحد شكل غير كل واحد شكل غير يعني في بعضهم توأم بس في كل أغلب شكلهم غير هذه البضايع اللي عندنا أنا أقول الأفضل إن أشتري بضايع الحين الأفضل إن أشتري بضايع تالي نفكر في الموضوع إن أحن نشتري ترخيص جديد أنا أتوقع إن هذا ما أشترنا منه أبدا سيء ما عم معاك فلوس ترى قاعد تحط أشياء كثيرة في السلة وفلوسك مكثير ترى فشيل هذا في حال يبي يشتريها لو سهلة دقيقة بس خدنا نبيع ملاحظين شيء ملاحظين إن الناس قاعد يشترون القطعة واحدة هاي حركة غريبة شوي المفروض إن أعادي يشترون يعني أكثر من قطعة بلالة كل مرة قطعة واحدة المهم واضطر أشيل هذا يا أخي أوه ماي قال بضاعة خلصت بضاعة خلصت معنات أني ما معاي ربح معنات أن ما معاي ربح جماعة كلها حطيتها في الرفوف اللي ممكن نحطها ديلا قصد قوم ما سعرت الأغراض اللي قبل شوي أنا صراحة ما قاعد أحط أسعار مبالغ فيها قاعد أفكر صراحة أني أرفع الأسعار بس خايف خايف إن المجروع يفشل يا جماعة نرجع ونضبط الأمور هلا وسهلة هلا وسهلة حياكم الله صار معنا 39 دولار نحتاج إلى 200 دولار عشان نقدر نشتر الترخيص بس معقولة نشتر ترخيص ونت ما معاك بضاعة يعني مو منطقي لهذا لازم يكون عندنا بضاعة فل فعلا نشتر الترخيص المهم تقريبا جاننا الليل بس والله الناس يجون في كل وقت كل وقت الناس يجون في عالم بريطانيا والله ما دلش السال في المدينة يعني في مدينة بس ما عرف إذا نقدر هناك في محل أحذية ما عرف لو نقدر نحن ندخل الأماكن هذه نستفيد منهم صراحة مو متأكد أن نقدر نسوي الشي هذا بس مو هذا الأساس أساس اللعبة هني أساس اللعبة هني بس لو يشترون الناس أكثر من قطع بيكون أفضل قررنا من لفل 5 قررنا من لفل 5 يا جماعة أفكر ألفل عشان أخلص التعليمات هذة اللي موجودة على اليمين خلنا ننتظر خلنا ننتظر شوي باقي ثلاث قطع تقريبا في البضاعة حقتنا لا دقيقة دقيقة سيد دقيقة دقيقة سيد أه وين كان أسعار الأشياء وين كان دقيقة أسعار الأشياء وين هني أسعار الأشياء هني خلني أغير إلى مثلا تسعة 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 أم يعني اثنى عش لا اثنى عش ما ما يصير يلا تساطع عش هذا خلنا نقول اثنى عش أوكي ضبطنا تقريبا الأسعار بالطريقة هذي وخلنا نشوف مع بعض كيف الوضع هلو سهلة أهلين أهلين يا هلو سهلة حياكم الله بنورين أوكي بضاعتنا تقريبا خلصت لهذا لازم نجي ونشتري أشياء هذا وهذا كم راح يجيبون لنا مئة وعشرين أوكي مئة وعشرين الحين أتوقع من من استفيد هذا محل شنو وات هذا متى هذا متى ما وجود المحل قدامي والله ما دل يا جماعة المهم أنا أتوقع أني ما كنت قاعد أربح أتوقع أني قاعد أشتري البضاعة بخمسة دولار وقاعد أبيعها بخمسة دولار لهذا احنا تقريبا ما ربح بس غريب الحركة لش قاعد ما خلونا أربح بالبداية المهم على أني حطينا هذيلة ونشوفوا الحين لهم مثلا موضوع يضبط دقيقة هذا المحل ما انتبهت لنا في البداية او ماي جود يبيع شاشات 32 إنش هذين هذين نشتريهم يعني ويبيع أشياء يبيع ديركسونات لسكو يبيع تلفزيون هني بعد قطع كثيرة كل أنواع الأشياء الخاصة بالجوال فالمحل هذا المنافس حقي عنده أشياء رهيبة ما في حد هلو سهلة كان الزباين قلوا لأنني كنت قاعدة بيع بلاش جماعة لأنني كنت قاعدة بيع بلاش فأكيد يعني راح يجون الناس كثير ما في حق عجيننا جماعة تكفون محل يبير يربح حياكم الله هلو سهلة هلو سهلة حياكم حياكم منورين منورين شوفوا الحين بدين نطلع فلوس ما شاء الله إن شاء الله مجتمع على خير والله انتش مسوي في شعرك وردي عاد خلصت الألوان يلا مهم مشكلة ما على المهم المهم تربحنا المهم تربحنا أيوة ميل شوي حلو حلو أوكي ومية واربعين دولار وبضاعة تقريبا قربت تتخلص فخلنا نشتري هذا وهذا وهذا كمال حين معانا مئة وثماني لا مئة وثماني ما نقدر مئة وعشرين نقدر مئة وعشرين نقدر أوكي خلنا ناخذ يعني في ربح بس مو ذاك الربح والله يعني كل اللي قاعد نسويه للحد الحين مفلس مو معقول يا أخي أنا أتوقع أني تهورت يوم مشتريت هذا ونعبي المكان اللي بعده تمام تمام حط هذا على طول هني يلا خلنا نحاول نحاسبهم والله أنا كان ببالي يعني أنا بطور بسرعة بس ظاهر أن وضعي وضعي سيئ شوي المهم تقريبا حالي 92 دولار خلنا نشتري بضاعة جديدة كل ما نحصل نشتري بضاعة جديدة خلنا نشتري مثلا ما تجيب شي كنت بشتري واحد من هذين بس ما تجيب شي للأسف الحين يمكن نقدر نشتري أوكي مئة حلو مئة وعشرة وفي بضاعة شوي فخلنا نشتري أي واحد باقي دولار واحد ونشتري الغالي خلنا ننتظر يا جماعة بواحد بس اخوان اخوان انت رايح جاي كلمة مع الحلقة الجاي الحلقة الجاي الحلقة الجاي الى تمونا نكلمة راح نكلمة هذا شو وضعه كل شوي يجي هنا ما عبرنا عدرين في بعض قلص لم يلحين انتظروا شوي لايق شان نكلمة الحلقة الجاي إذا في حلقة جاي أصلا ترى مادري ايش يبي حرفيا ترى مادري ايش موضوع المخدنا من هذه خلنا نحط هذه في السلة والحين خلنا نجيب الشي هذا الزيادة في ربح والله النشاك انه ما في ربح انا احس اني قاعد اضيع وقتي مادري مو معقول الاسعار انا حطيت الاسعار رقائق الين اروح هني اسعار ما ادري وفي اسعار احط اسعار مختلفة احط هذا 20 دولار والله كيفكم يا جماعة 20 دولار اللي يبي حياها الله 9 دولار اوكي 20 مفروض 12 اخوان في شي غلط اخوان في شي غلط انا احط 20 يمكننا انه حطيته قبل شوي غير باشوف باشوف اذا في واحد بيشتري من الاصفر المفروض يكون 20 بساعة انا احب بيشتري من الاصفر اخوان هذا والله الناس قاعد يجون قاعد يمشون اتوقع قاعد يقولون سعره عالي شوي مشكلة والله الحين اي واحد قاعد يجي ما قاعد يشتري من المنتج جدا سعره غالي اتوقع بش عالوارد يشتري والله شعرك ممتاز ما عجب الموضوع اتوقع انها تجربتنا بالنسبة للعبة لايك واشتراك تابع المقاطع هذه سلام